موسيقى هذا البرنامج برعاية الخبير المالية أهلا بكم في حلقة جديدة من حديث المملكة معي نراج الفزان ونبدأ بالعناوين السوق المالية تبحث وإدراج أول صندوق ريت للعقارات الحكومية إصدار أنواع جديدة من الرخص تحفز الاستثمارات في الثروات المعدنية حصول أكثر من 41 مليون على تطعيم كورونا وأعداد الإصابات تستمر بالانخفاض في المملكة إلى هذه الجولة مع أهم الأخبار 3.5 مليار ريال متوسط للإنفاق الاستهلاكي اليومي بالمملكة العربية السعودية طبعا إذا قارننا بين مستوى 2020 و2021 نجد أن النمو تقريبا تجاوز 21% في الربع الثاني وبلغ 321 مليار فاصلة تسعة مقارنة بالعام الماضي الذي وصل إلى 245.8 مليار يعني لو جينا مجموع السنة فنحن نتجاوز 1.2 ترليون ريال كحجم انفاق الاستهلاكي في المملكة وهذا يعتبر رقم كبير باعتبار أكبر سوق استهلاكي في المنطقة الخبر الآخر 41 ألف ريال متوسط النصيب الفرد من الناتج المحلي وهو طبعا يعبر عن النمو في الناتج المحلي خاصة مع النمو الاقتصاد الذي وصل إلى 1.8% كما أعلن بعد تجاوز معظم إن شاء الله أزمة كورونا في المملكة العربية السعودية بنهاية الربع الثاني طبعا قفز النصيب الفرد بنسبة 14.2% على أساس سنوي في النصف الأول من 2021 الخبر الآخر نهاية اكتتاب الأفراد في 2 مليون و4 مليون سهم من أسهم الشركة السعودية لخدمات الإنترنت والاتصالات اختصالا استي سي سولوشنت وتغطية المؤسسات تجاوزت 13 ألف بالمئة من إجمالي على سوم المطروحة طبعا انتهى الاكتتاب للأفراد الآن ولم تنشر بعد تقريبا حصيلة الاكتتاب للأفراد لكن المتوقع أن يكون فيها إقبال كبير جدا باعتبارنا هي زي ما نقول الشركة الأم هي شركة ستي سي سي السعودية التي تملك طبعا الشركة بعد طرح جزء منها وبالتالي النتائج المالية لشركة الأم أعطت القوة للشركة ستي سولوشنت الخبر الأخير تراجع عدد الأجانب على رأس العمل في القطاعين الخاص والحكومي بنسبة 8.5% بما يعادل أكثر من 570 ألف أجنبي غادر السوق العمل السعودية في الفترة ما بين الربع الثاني من 2021 وربع وماثة من عام 2020 طبعا السبب بهذا الانخفاض هي عملية الإحلال لعملية التوطيم موجودة في المملكة بنسبة كبيرة جدا وأيضا عملية مكافحة التستر ردقة تكون لها طبعا تأثيرها في ضبط العمل التجاري في المملكة وبالتالي عملية الإحلال في سوق العمل كان لها دور كبير في انخفاض أعداد الأجانب بحثت هيئة السوق المالية مع الهيئة العامة للعقارات الدولة إمكانية إدراج أول صندوق ريت يستحوذ على عقارات حكومية وتملك الهيئة حق تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على عشر سنوات كما تتيح استثمارات عقارات الدولة من خلال صندوق استثمارية وعن طريق المزايدة العامة أستطيع في هذه الحلقة الأستاذ عبدالله الربدي وهو عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية مرحبك عبدالله أهلا والله سهلا عطنا توضيح وش الجديد هذا كان نشوف يعني نقرأ أنه الهيئة العامة للعقارات الدولة أصبحت زي الشركات ما بغل نقول مطور عقار كان شركة استثمارات عقارية أو صندوق ريت عطنا صورة كذا يشرح هذا جميل طبعا هو اليوم غير واضح التوجه في هذا الموضوع لأنه فيه هناك عدة مصارات لكن بكل تأكيد اليوم الدولة تملك عقارات كثيرة بل هي يمكن المالكة الأكبر فعليا للعقارات في البلد فبالتالي هذه بعض العقارات يتم إدارتها من قبل الدولة وبعضها لم يتم استغلالها أصلا واليوم عبر الهيئة العامة للعقار ترغب الدولة في الاستفادة من هذه الأصول وبالتالي إما بتسييلها أما إدارتها بطريقة أفضل أما باستغلالها فالي يبدو أن الهيئة العامة للعقار سوف تقوم بحصر لبعض الأصول العقارية للدولة أو كيف يفرزونها؟ يعني هذا يقولون استثمره هذا ما يستثمر وشون ألية عندك تصور عنها؟ أنا أتصور أنه راح يكون في البداية للشيء الأسهل والأكثر جدوى اقتصادية يعني مثلا الدولة اليوم تملك فناتك فرضا جزء من المحفظة قد يكون فناتك الفناتك هذه بدل ما تكون مملوكة للدولة بهذا الشكل الموجود اليوم تستطيع الدولة أن تسييل هذه الأصول وتعرضها على في صنديق ريت وبالتالي الجميع السبيد أو مواقع استثمارية تكون موجودة اقتصاديا مثلا تقول هذا مواقع استثماري حسن ما يكون في مرفق حكومي مثلا كذا نعم صحيح اليوم في مرافق حكومية كثيرة على شوارع تجارية مهمة جدا وهذه المرافق الحكومية فعليا لا تستفيد كمرافق حكومي لا يستفيد من الموقع الذي هو فيها التجاري بينما لو كان في مشروع تجاري إما مرافق تجارية محلات أو حتى فنادق أو غيرها فراح يكون فيه الاستفادة لكثر ممكن تعرض هذه الوصول العقارية كلاند أو أرض إلى صنديق ريت ويقوم بتطويرها وبالتالي يتملكها الصندوق والمستثمنية داخله ولكن تعود جزء منها إما وحدات حكومية الحكومة تملك جزء من الوحدات أو أنها تبيعها يعني هيئة العقار عندهم آلية لكيفية تحديد ما هو يمكن استثماره في العقار وتحويله إلى صندوق ريت أو آلية ثانية استثماره مثل العملية التأجير مباشر مثلا ممكن كذا أنا أتوقع يمكن في البداية رح تكون الأصول العقارية الواضحة بعدين تبدأ في التأقيد الأكثر التأقيد يعني ممكن حتى بعدين تدخل في مسألة المطارات والمرافق وغيرها لأنها ترى يعني هي جزء من البرنامج الخاص خاصة لأنه هذا أنت بديت عملية خاص خاصة بدل من أنك أنت تملك وتدير اليوم أنت يعني تجعل الملكية هذه عن طريق صندوق ريت بالتالي مشاركة للعموم طيب كم مثال مثل الرياضة الآن في طريق الملك فهد نجد مثلا مرافقة حكومية على الطريق يعني يعني لو قام في بورج لو أوجر لو استثمر أو شي جابه فلوس ليس سهلة هل ممكن حتى اللي موجود يعني الآن مشغول الآن ممكن يتحول الاستثمار ممكن يعني أنت الآن تتجيب على طريقة أنه أرض فاضية زين وبالتالي أو مبنى مأهول إذا كان مبنى مأهول نفس الحكاية ممكن يباع على الريت والريت يشغله لكن حتى في مرافق حكومية الدولة قاعد تديرها يعني مثلا الفنادق اللي تملك الدولة صحيح موجود هي تديرها كذلك صحيح أنا أعتقد أنه طبعا مفترض للدولة ما تدير يعني في نهاية العمل ما تدير وبالتالي هذه مرافق جيدة ومنتازة تبيعها على صناديق ريت أو تسيلها عن طريق صناديق الريت وهي تديرها بشكل أفضل وحتى اقتصادين رح يكون لها جدوة أكثر طيب خلنرجع للموقع الأساسي وبحث هياة السوق المالية يعني زي دعوة من هياة السوق المال لهاية العقارات أنه جيبوا الصناديق عندنا شيء زي كذا هذا اللي يفهم عن طريقه هو وعاء الريت والريت هذا مقنن ومنظم عن طريق هياة السوق المالية فبالتالي لا بد أن هياة السوق المالية توجد يعني إذا كان يحتاج إلى تشريعات خاصة إذا كان يحتاج إلى تنظيم خاص إذا يحتاج إلى مسار سريع أنه يمشي فيه فهذه كلها لا بد أن تتوافق الرؤى مع هياة السوق المالية سؤال أخير عبدالله يعني الآن استثمارات العقارات التي تملكها الدولة ضخمة جدا لا شك أراضي مباني مأهولة غير مأهولة إلى آخره هل هذا يعني الآن بنشوف تحول وتغير شبه كامل في مسألة الانتظار للعوائد من هذه العقارات اللي خاصة بالدولة أتوقع بكل تأكيد أنه رح يكون فيه تغير رح يكون فيه رفع للفائدة الاقتصادية من هذه المشآت نحن نشوف كثير من المشآت الحكومية الغير مستفاد منها على مواقع مميزة لم يتم استغلالها بينما القطاع الخاص يرغب في استغلال هذه المواقع أعتقد أنه رح تكون أداة ممتازة لرفع العواد منها حنا لا ننسى بعد كذلك أن فيه عقارات حولت إلى الدولة عن طريق التسويات اللي حصلت مع بعض الرجال يعني ممكن تكون هذه تنوض فيها الهيئة العامة العقار اللي تتولى إدارتها ويمكن بيعها على صنان دي جريت وغيرها شكراك سيدة عبدالله ترجمة نانسي قنقر في الثالث والعشرين من سبتمبر احتفلت المملكة وخلدت يومها الوطني التاريخي الواحد والتسعين تحت شعار هي لنا دار تابعونا بعد الفاصل لمنكن لكم بعض مظاهر الفرح والاحتفال في المملكة هذا البرنامج برعاية الخبير المالية هذا البرنامج برعاية الخبير المالية اهلا بكم من جديد اوضحت وزارة الصناع والثروة المعدنية ان نظام الاستثمار التعديني ولايحته التنفيذية حددت ستة انواع من الرخص التعدينية وهي رخصة استطلاع تشمل جميع انواع المعادن مدتها تكون سنتين قابلة للتمديد ورخصة كشف لجميع انواع المعادن لمدة خمس سنوات لمعادن فئة الف وباء وسنة واحدة لفئة المعادن جيم فيما يجوز تجديد رخص الكشف للمعادن الف وباء ورخصة لاغراض العامة التي ترتبط برخصة التعدين او المنجم الصغير ورخص استغلال تشمل رخصة تعديل للمعادن الفئتين الف وباء لا تتجاوز مدة رخصتها 30 سنة قابلة للتجديد او التمديد ورخصة منجم صغير للمعادن الفئتين الف وباء ومدة رخصتها لا تتجاوز 20 سنة ورخصة محجر مواد البناء مخصصة للمعادن الفئة جيم تصل مدة رخصتها الى 10 سنوات قابلة للتجديد حول هذا الموضوع موضوع رخص التعديل والاستثمار أستطيع في هذه الحلقة أو جولتنا هذا الأسبوع الأستاذ علي عبدالله العمري وهو الرئيس التنفيذي للمناجم السعودية مرحبا فيك أستاذ علي حياك الله أخوي حياك الله والأخوة المستمعين يا أهلا فيك أستاذ علي أول شيء في البداية ودنا تعطينا قراءة أو نظرة سريعة لستة أنواع من الرخص التعدينية ليش حددت بهذا العدد كرخص تعدينية وفتح مجال الاستثمار هل هي كانت في السابق غير مفتوحة والآن فتح مجال الاستثمار في المعادن في الحقيقة كما نعلم أن الرائحة التنفيذية الجديدة التي صدرت قريبا الهدف منها هو الإسهام في تطوير قطاع التالي واستكشاف فرص استثمارية جديدة وهذا سيدعم الركيز الثالثة في الاقتصاد الوطني لذلك هذه الرخص الجديدة هي ليست التصنيف الجديد الموجود الآن هو كان موجود سابقا ولكن ما اختلف هو متطلبات والتزامات هذه الرخص بالإضافة إلى رخصة إضافية أضيفة إليها هو الحقيقة الهدف الرئيسي هو تحديد هذه الأنشطة الضبط الالتزام بها والضوابط للإسهام في الاستثمار وفتح مجال الثقة في الاستثمار هناك كثير من المستثمرين يحتاج إلى تحديد أو النظام التعديني أو الاستثمار في التعدين بحاجة إلى مثل هذه الرخص وإعادة ضبطها وتوضيحها بشكل أكبر للمستثمر بحيث تكون أكثر جاذبية للمستثمرين كانت تخفى كثير في النظام السابق مع الرغم موجود بعضها ولكن الآلية لم تكن بالشكل الواضح والالتزامات والتطبيقات لم تكن بالشكل المطلوب الآن أصبح عندنا ستة رخص واضحة تساهم الحقيقة في إعطاء صورة أوضح لكل مستثمر في هذا القطاع سواء كان له إلمان بالتعدين أو لم يكن له إلمان بالتعدين هل قابلية زيادة الرخص مستقبلة مستمرة الزيادة؟ يعني ستة بكرة السنة الجاي نشوف مثلا خمسة ستة عشر مستمرة يعني؟ ولا هذه تعتبر لا أعتقد ثم بعد فترة هذه الرخص الحالية الآن الموجودة هي كافية ومحددة لجميع الأنشطة التعدينية هو الهدف أننا نحتاج نحصر جميع الرخص التي تسهم في الاستثمار التعدين فأنا من خبرتنا في هذا المجال وأعتقد القائمين على وزارة البترول على الوزارة والثرور المعدنية كانت جدا واضحة ولا أعتقد هناك بحاجة إلى رخص إضافية لأنهم أضافوا رخصة جديدة وهي رخصة الأعمال العامة هذه قد تخدم التعدين تخدم بالذات المنجم الصغير وتخدم التعدين أنا أتوقع أنها تخدم طيب سيد علي طيب سيد علي حجم الثروة المعدنية زي ما ذكر سمولي العاد في عدة حوارات إنها تقريبا تتجاوز أو تقريبا 2 تريليون دولار فهل هذه الأرقام يعني بهذا العدد من الشركات تعتبر كافي أو يعتبر حجم من استثمار يمكن لازال يحتاج أكثر وأكثر من الاستثمار من قبل الشركات في الواقع هذا الرقم هو من واقع استراتيجية التعدين التي وضعت قبل 5-6 سنوات تقريبا هذه الأرقام التي تفضل فيها السمو الأمير سيدي محمد بن سلمان هي أرقام من واقع استراتيجية التعدين التي وضعت لنظام التعديم فهذه الأرقام طبعا ما في شك أنها بحاجة إلى مع الدراسات القادمة والاستشارات المكاتب الاستشارية التي ستقوم على الدراسات المشاريع ما في شك أنها بإذن الله سوف تتحقق وهي تمثل الرؤية إلى 20-30 وأعتقد أنه مع النظام التعدين الجديد الذي صدر لاحقا سيكون له دور كبير في الوصول لهذه الأهداف بإذن الله طيب أستاذ علي الآن موضوع الاستثمار في المعادن كيف تشوفه مستقبلا خمس سنوات عشر سنوات الاعتبار أن الاستثمار في المعادن يحتاج إلى سنوات طويلة كم ستكون منه تقريبا مساهمته في الناتج المحلي مستقبلا باعتبار الآن تقريبا مساهمته ليست كبيرة جدا لكن التطلعات كبيرة كم التقديرات إذا في تقديرات أو أرقام في الحقيقة التعدين من أصبع بالقطاعات في أنك أنت تقيم أو تحدد لطبيعة الاستكشاف والتعدين فيها أحيانا بعض المشاريع تحتاج إلى تسع سنوات من التطوير قبل أن توصل إلى أنك تعرف كل الأرقام المثبتة لهذا المشروع فأنا أعتقد بلاش نقول نعطي أرقام دقيقة ولكن إذا تحقق الحوكمة في هذا القطاع وتعززت الشفافية في هذا المجال تزيد ثقة المستثمرين كثرة المستثمرين ستزيد من الدخل أو العطاء في هذا المشروع في مشاريع التعدين والحصول على مشاريع استكشافية فإحنا الحجم الذي نستطيع أن نقول نعم التقديريا أنا أقول أنه كلما زاد عدد الشركات وزاد عدد رخص الاستكشاف والطلب عليها سواء كان من الشركات المحلية أو الأجنبية هذا دليل ومؤشر على أننا سنحقق بإذن الله في خلال خمس سنوات أو العشر سنوات القادمة سيكون هناك دخل ولكن هناك نقطة مهمة جدا نحن الدولة لا تركز فقط على أنه دخل المادي هناك نحن عندنا تنمية اجتماعية للمواقع التعدينية النائية عندنا رفع المحتوى المحلي المساهمة المحلية السلامة والبيئة والاستدامة هذه كلها أمور مهمة جدا في تطوير المشاريع شكرا أستاذ علي على هذه مداخلة وعلى هذه الردود للاستفساراتنا شكرا لك أستاذ علي وهو الرئيس التنفيذي للمناجم السعودية شكرا لك أهلا وسهلا الله يحييك شكرا لك بعد حالات الإغلاق التي مرت بها السعودية في عام 2020 شهد هذا العام انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات بكورونا ما انعكس على التخفيف من بعض أو معظم الإجراءات الاحترازية وإعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية وغيرها وللمزيد في هذا التقرير التالي انخفاض مستمر في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية حتى وصل إلى 39 حالة في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر لهذا العام وأتى ذلك بسبب الإجراءات الاحترازية واستمرار عمليات التطعيم معي أعطي أكثر من 41 مليون ونصف المليون لقاح وكانت المملكة أعادة العمل بالمعارض والمؤتمرات وقبلها فتحت العمرة إضافة إلى فتح السفر الدولي وكذلك أعادة العمل بالفيزة السياحية بدأت نهاك انفتاح بدأنا حركة اقتصادي حيث نمرنا تقريبا بسنة أو أكثر في تراجع نمر اقتصادي من محلات تجارية من مجمعات من مراكز من فنادق حتى برنامج السياحة الدينية والسياحة العامة ولكن بعد التطعيم بدأ انفتاح بدأت صدور عوامر كريمة باستقبال المساثريين المطعمين وبالتالي أصبح هناك برامج للعمرة وأصبح هناك نشاط في المحلات والمراكز التجارية وكانت المملكة سمحت بعودة الطلاب لمدارسهم البالغ عددها 21 ألف مدرسة في موسم هذا العام لتصبح الدراسة حضورية باستثناء طلاب المدارس الابتدائية على أن يعود حضوريا في نهاية شهر أكتوبر للعام الحالي وفتحت المملكة أبوابها للسياح من الخارج اعتبارا من الأول من آب أغسطس الماضي باشتراطي أن يكون السائح محصنا بلقاح كورونا ودون عمل حجر مؤسسي عند قدومه إجراءات الاحترازية والأنظمة والتعليمات هي وضعت لأجل ضبط حالة كورونا في المملكة وتنظيم مصالح الناس وأمورهم وفقا لما صدر من الجهات المختصة فتعتبر هذه الإجراءات في مرحلة لم تعلن الجهات الرسمية أنها انتهت أو توقفت فهي لازالت قائمة إذن انخفاض في حالات الإصابة بكوفي التسعة عشر في المملكة لحقها إجراءات بفتح الأنشطة الاقتصادية وهو ما يعكس حالة التعافي أكثر فأكثر من جائحة كورونا أعطى الله الشم ريسين بيسي عربية الرياض والآن جولة في وسائل التواصل الاجتماعي وأبرز ما وجاء فيها ألزمت الهيئة العامة للطيران المدني شركات الطيران العاملة بالمملكة معظم الشركات أو كل الشركات الطيران بالتحقق من حالة تحسين المقيمين قبل تصعيدهم للطائرات المغادرة للمملكة عبر تطبيق توكلنا ومنصة قدوم بمعنى أنه لا يستطيع أن يكون هناك أي سفر لأي مقيم في المملكة إلا بعد أن يكون محصن وفق التطبيقات التي طبعاً ذكرتها الهيئة المنصة توكلنا وقدوم الخبر الآخر المواطن يتكبد مديونية بأربعة ملايين ريال بعد هروب عامله طبعاً الذي يعمل كان لديه المتستر عليه بمعنى أنه كانت عملية التستر دائماً تحرّض يعني أو بمعنى أدق كانت وزارة التجارة تحرّص وكانت تنبه دائماً بعدم ممارسة عملية التستر حتى لا يحصل مثل ما حصل في هذا المواطن تكبد ديون ليست له علاقة فيها لكن لأنه كان متستر تحسي تحمل باعتبار من التوقعات كلها باسمه 80% من منتجات القهوة والهيل في الأسواق مخالفة للإشتراطات طبعاً هذا يخضع كل منتجات القهوة والهيل هي الفحص وتدقيق وترخيص من هيئة الغذاء والدواء وكان في توضيحات طبعاً هي ليست على إطلاق لكن كان في توضيحات من الهيئة أنه ممكن الاستخدام لكن فيه عمليات المواطني خلال العامين الماضين يشعرني بالفخر طبعاً هذا كان استبيان أو استفتاء للمواطنين 56% التعامل مع عزمة كورونا يعني كان الجميع راضي ويجد أنها نسبة كانت تعامل ممتازة وجيدة ثم 21% تسارع تقديم الخدمات الإلكترونية مثل أبشر وتوكلنا وناجز وغيرها فأصبحت العمليات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية سريعة وفعالة ونشطة جداً رؤية قبل الموعد بتسع سنوات معدلات البطالة بين السعوديات عند أدنى مستوياتها التاريخية بعد خمس سنوات من تمكين المرة كانت مستهدفات رؤية المملكة يعني مبنية على أساس عشرين ثلاثين في عملية تمكين المرة لكن هذه الهدف تحققت قبل تاريخها بتسع سنوات من خلال وصول معدل البطالة بين السعوديات عند أدنى مستوى أو أدنى نسبة ولا زال أيضاً التمكين مستمر وسترتفع النسبة أكثر وأكثر مع مرور الوقت ترجمة نانسي قنقر وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من حديث المملكة معي أنا راشد فوزان والمزيد من الأخبار والمتابعة من خلال موقع المحطة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الإستجرام أو تويتر أو فيسبوك مع السلام هذا البرنامج برعاية الخبير المالية ترجمة نانسي قنقر